يوم تاريخي بالنسبة لنادي تاريخي اللي هو مولد الجزائر أولاً وأخيراً ما يخفش بالفارق هذا يعني عميل أندية الجزائرية عانى منذ سنوات صح الراحيل هواري بومدين طارق الفارق يعني يستقبل في ملعب خمسة جويلية سنوات عديدة ولكن خمسة جويلية هو ملعب كل جزائريين ملعب الفارق الوطني ملعب الدربيات ملعب الفارق العاصمية اللي تشارك في أكوسي أفريقيا نظن بللي اليوم نحمد وربي وأولاً ونشكره الدولة الجزائرية وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون اللي كما يقولون مساهمة في منح نادي مولودية الجزائر هذا الملعب اللي رح يساهم في تطور جوهرة رياضية جوهرة وانا بلخطرة اللي فاتت قلت لك عجبني بزاف الاسم الاسم يلق بمولودية الجزائر ملعب حليل أبوانت يعني الحق رمزية تاريخية اللي فارق تاريخي الاسم هذا يلق بمولود جزائر رمز من رموز طورة وعلى بلخطة المولودية الإسلامية الشعبية فارق طوري ومد عنده شهداء وليد نظن بني اليوم تاريخي خاصة أنه اليوم الدشن يعني كما يقولوا ألافاي دولة دولة دولان ديبندانس ما ما بقى نبقاش يعني أيام قليلة لعيد الاستقلال إن شاء الله يعني إن شاء الله نقول بلي رح يكون فاتحة خير على الفرق الأخرى بسكو هذا لا 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 نحبو نحبو لنقرولنا لوكوموتيف دايما عميد الأندية مولود الجزائر كما تقول أهلي كما تقول تاريجي تونسي إن شاء الله هتكون فاتحة خير على الفرق الأخرى بسكو ما رحش نحبسه هنا هناك مشاريع أخرى حتى في بشار في ورقلة يعني ناس الصحراتاني كي يزملهم إن شاء الله سطاد هناك مشاريعين طالقة المشاريع في ورقلة وفي مشاريعين نتمنى إن شاء الله ملعب تزيوزو يودشن تانيك قريبا اللي هو تحفى بالنسبة لنادي تاريخي تانيك اللي عنده بزاف ألقاب شبيبة القبائل نتمنى إن شاء الله هيرفعوا التجميد على ملعب سطيف ملعب سطيف بس كل وفاق العالمي تانيك يزملهم أنا مدبي إن شاء الله الفرق الكبرى تكون عندها ملعب يعني عالمية باش إن شاء الله الكورة الجزائية طوش يساهم في تطوير الكورة القدم الجزائية المشآت الرياضية المشآت الرياضية اللي مخصوصة في الجزائر أنا نقول لك حاجة اليوم والله غير سنسرمو شفت يعني الزيماج كما يقولون جاتني لشار لشار ديوبول بسكو لعبت أنا في هذا النادي ست سنين تصور أنه دفواء ما عندناش ما كان تضربوا فيه سفي دفوارك ما كانش ملعبوني لعبوا دفوارك في بولوغين دفوارك في دربنا حتى في الساطو تع ألعاب القيوة تصور أنه مولدي جزائر دربنا حتى في الساطو المخصوص مديور لألعاب القيوة رمي الجل ومنا وكاين ناس يدربوا برمي الجل وحنا ندربوا كورة القدم داخل داخل يعني التيران اليوم نظن باللي عهد جديد وميلاد جديد اللي ناديموا الجزائر بسكو اليوم عدنا مركز تدريبات عدنا ملعب اليوم موش يبقى الانطلاقة القوية نتمنى إن شاء الله كل مكونات النادي وأبناء هذا النادي ديروا ليد في اليد باش يعني يعود النادي يرتروف لستاتيو التاعه انترنسيونال اللي هي الفوز بالكؤوس حان الوقت العودة إلى الوجهة عادة الساحة لفرقيا زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر